اطلع وزير الدفاع الفرق روكن محسن الداعري على أوضاع وجهزية المنطقة العسكرية الثانية والوحدات التابعة لها بمدينة المكلة واطلع الوزير الداعري ومعه قائد المنطقة اللواء روكن فائز التميمي وعددا من قيادات العسكرية على أوضاع لواء الريان ومعنويات منتسبيهم مشيدا بالانضباط والجهزية التي يتمتع بها أفراد اللواء منوها بالأمن والاستقرار التي تعيشه محافظة حضر موت والتي ثمت نموذجا مشرفا بالتعايش والسلام واحتواء كل أبناء اليمن بعيدا عن العصبية والمناطقية كما زار وزير الدفاع مدرسة القتال بمحافظة حضر موت واطلع على دورها في تأهيل وتدريب منتسبي الوحدات العسكرية واصق لقدراتهم ومهاراتهم مؤكدا على أهمية استيعاب أكبر عدد ممكن من مختلف الوحدات العسكرية لافتا إلى أن المدارس والكلية هي أساس بناء الوحدات العسكرية والقوات المسلحة بشكل عام وأشار الوزير الدائري إلى استيعاب المتفوقين والمضبطين بالكلية الحربية بالعاصمة المؤقتة عدن من مختلف الوحدات العسكرية في جميع المحافظات المحررة موضحا أنه تم استيعاب أكثر من مئة طالب في الدفعة الثانية والخمسين من أبناء دوي الشهداء القوات المسلحة وفاء وعرفالا للتضحيات السخية والدماء الزكية التي قدموها في سبيل أمن الوطن واستقراره ترجمة نانسي قنقر